قرر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الموافقة على تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي مع تكليف هيئة المكتب بإضافة التعديلات التي اقترح الأعضاء خلال الجلسة إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة باتخاذ ما يلزم لمراعاة الالتزام بالقيام الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع البحريني في كافة المناسبات والاحتفالات التي تقام في مملكة البحرين إلى جانب الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة بتنظيم حملة وطنية لإغاثة أهل حلب والموصل من خلال جمع تبرعات عن طريق المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية كما وفق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين ضمن برنامج العقود المؤقتة والتي تنفذه تمكين مع الشركات الخاصة بالإضافة إلى الموظفين بعقود مؤقتة في وزارة الدولة وإحالة جميع المقترحات إلى الحكومة الموقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر